وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 441 قضية تمونية بمضبطات بلغت ما يقترب من 120 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط أكثر من 67 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 50 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 716 قضية من بينها 83 قضية خبز نقص الوزن و66 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات